لطالما كانت مسألة تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر محل اهتمام دولي ومبرر لوجود العديد من القنوات الأجنبية في المياه الدولية المحاذية لأراضي الدول المطلة على البحر الأحمر غير أن حادثاً بحجم اختطاف سفينة من قبل ميليشيا الحوثي مر على العالم مرور الكرام باستثناء تعليقات مقتضبة من قبل عدد محدود من المسؤولين وزير الأعلام معمر الإرياني في سياق إدانته للواقعة قال إنها نتيجة مباشرة لسياسة التدليل التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه الميليشيا والضغوط التي مورست على الحكومة لعدم حسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب بما في ذلك اتفاق السويد الذي أعاق تحرير محافظة الحديدة وموانئها مشيراً إلى تحذير الحكومة طيلة السنوات الماضية من خطورة استمرار سيطارة ميليشيا الحوثي على أجزاء من الشريط الساحلي وموانئ الحديدة محللنا قالوا إن نجاح ميليشيا الحوثي في عملية بهذا المستوى تشير إلى عدة احتمالات منها الرضا الغربي عن العملية باعتبارها دليل حديثاً يمكن تقديمه للرأي العام الغربي بهدف استعادة التعاطف مع دولة الاحتلال بعد أن دمرت صورتها الذهنية وانكشفت خلال الأسابيع الأخيرة كدولة فصل عنصري تستهدف المدنيين وتتجاهل حقوق الإنسان الأثار المحتملة لهذه العملية تتشعب على المستويين المحلي والدولي فعلى الصعيد الداخلي تجذر ميليشيا الحوثي وجودها وسيطرتها وتقدم نفسها كمقاوم للاحتلال الإسرائيلي وهو ما يعيد للأذهان عملية صناعة الأنظمة العربية المستبدة في النصف الثاني من القرن الماضي وعلى المستوى الدولي يرى مراقبون أن ميليشيا الحوثي يمكن أن تخضع لعقوبات محدودة لا تؤثر على قدرتها العسكرية في حكم الداخل على غرار العقوبات المفروضة على النظام الإيراني منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر